نسى الخير عليكم ان شاء الله وصفة اليوم تلقاكم في احسن حال نقول لكم مرحبا بكم على قناة منوعاتهم آدم الجزائرية راح نعمل مع بعض بحول الله رغوة الكابيتشينو البنة والدوق هايلا 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 وتقع دماغ وقت طويل وتقطع كمية كبيرة بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة وهالوصفة هنخليها بين يديكم هطوها في عينيكم الابنات يلا نصلوا وسلموا على الوصيل الله ونبدو الوصفة انتعنا كيما راكم تشوفوا شكل ما يحبش القهوة وشكل ما يحبش الرغوة انتال كابوتشينو نحاولو نديروها في البيت بأسهل طريقة وما تاخدش معاك ووقت وميش مكلفة طبعا فقط نختار القهوة تعود بنينا النوعية المليحة يلا مرا نقل شروحنا نطهلو فيروحنا خطرة في بوزمان كيما نقولو احنا وراح نديرها لكم بالدوقين ونديرها مع الحليب ونديرها مع القهوة شوفوا واحد البنا وشو نقولكم روعة 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 ننصحكم يا البنات تجربوها وبالاخص للاخوة اللي حبوا القهوة هاد الوصفة رايليكم انتم لاني نعرف باللي خاوتي يحبوا القهوة انت على البرا ننصحكم تبتعدوا عليها لانها يعني مضرة بالصحة مكاش كيما حاش تضطر نروحوا للمقادير وطريقة التحضير بسم الله نتوكلوا على الله كيما راكم تشوفوا مقادير التحى مضبوطة عدنا كيلة راني راح نكيل بها كامل المقادير فقط ملاحظة فيه نصائح لازم تاخدوها بعين الاعتبار الكيلة طاع السكر راح تكون اكثر من الكيلة انت على القهوة هذه القهوة حبيبات نوعية وممتازة انا هذه دائما موجودة في بيتي وعندي نفس الكيلة انت على القهوة هي نفسها كيلة الماء الماء مو بارد مو سخون ما عادي كيما نقولوا منها الحنفية راح نخلط كامل هذه المقادير معا بعض باي آلة كهربائية بتواجدها في البيت يعني مو ملزوم تديروا بالميكسر للاسف فانا الميكسر كنت نخدم به فجأة نحبس لي فالطريط نغير نخدم بالباتر او الضراب الكهربائي يعني بها نربحوا وقت هي ممكن تستعملي الضراب اليدوي في الشغل تاك لكن ستكون شوية دعوة متعبة ومرهقة فاحسن تستعملوا الضراب الكهربائي هنا هذا السكر موتو سيكري غلاس هذا السكر عادي عادي اللي نشربو به القهوة اللي نخدمو به القاتو المهم سيكري خيستالي زيكي ما نقولوا احنا راح نحط عليه علماء ونحط القهوة ونضرب نضرب نضرب ونخرجني فيها ه ه ه ه ه ه ه نضرب نضرب حتى ندوب السكر ويتبدلون طع القهوة وتولي القهوة متاحها تقيل انا قلتلكم اهنا الميكسر تاعي يعني اللي غالب حبستي ما فهمتش معي وش صرالو ليسونسيال طريت باش نغير الايناء ونغير الشغل تاعي وكملتها بالباطر صدقوني خرجت ولا اربع راني نحكي معاكم بكل صدق ومصداقية هاد الوصفة تستحق التجربة ننصحكم تديروها حتى الاخوان ممكن وحدهم يديروها في البيت رايكم تشوفوا وصفة سهلة ميش يعني صعيبة يعني في ربع ساعة بالتخدم تكون عندك رغبة كابتشينو ولا اربع هاو انا قلتلكم اضطريت باش نغير الايناء وحطيتها في هادي البول وراني نضرب فيها بالباطر او الكهربائي الادوات الكهربائية هادي الباطر كيفية تضرب الكهربائي هايوه راح تنالحظة لا اله يلا الله المهم اها وليكم شوفوا القامل تحت تحسبوها بالبلوندف راينا نطلع في البلوندف الله يبارك شوفوا كيفاء وضاعفة الكمية ما شاء الله يعني هذي تحكملكم ممكن تحكملكم شهر كامل ها الكمية هذي لقدرتها معاكم على البنات يعني كمية هايلا هايلا فقط تحط في علبة تكونوا نضيفة تكونوا عقمتوها ها كمتعفو التعقيم كيفما تحطوا كسكاس والبرماء من تحت فيها الماء وتحطوا الكسكاس وتكبوا هذيك الزداجة تكبوها على وجهها باش هذي كلافابوك تطلع في الزداجة وتعقمها شوفوا القوامتها ما شاء الله كي نقولكم روعة 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 ونأكد لكم باللي هذي الوصفة راي يعني مئة بالمئة ناجحة شوفوا لا تطلق لكم الماء لا تتبدل بالناتحها لا يتبدل لون تحها تغلقوها وتحطوها في الثلاجة ووقت من تحتاجوا الجبلو وخدمو ديروها في الحليب ديروها في القهوة هذا ليكم الاختيار طبعا انا شخصيا هنديرها معاكم وتشوفوا عن تجربة انا كنت مسخنا الحليب ومسخنا الماء لازم الماء يكون سخون والكمية اللي نحب نحطها نحطها شوفوا اللاي باك القوام راني بالسيف نهوض فيها في هذاك الكاث اللاي باك ما شاء الله صلوا وسلموا على رسول الله وما تنسونيش لازرتوني جدد نقولكم ديروا لي اشتراك واللايك وتفعيل جرس حتى يصلكم كل جديد وليزا معايا نقولكم مرحبا بكم وفرجها ممتعة وجربوا الوصفة ما تخافوهاش وما تنسونيش بالتعليقات المحافظة لان القناة بكم اللي بنا تتقدم وخاوتي ومتتبعي يا الاحباء والاعزاء اراني بكم نتقدم ان شاء الله فما تنسونيش هادي وصفتنا رايعة وما تنسوش البرتاج مع الاهلا والاحباب والاصحاب لانا عن جد وصفة ولا اربع شوف الرغوة انت الحيب ماشاء الله والريحة وشو نقول لكم انا قلت لكم كل شي على القهوة فمرة على مرة قل شروحكم شوية اشروا غير حاجة قليلة ليس حاجة مليحة وتناولوا هكذا حاجة تكون اعطيها احنا الناس اللي حبوا القهوة هذي صعيب عليهم الحال ويشربوا قهوة غير من وعلا شوفوا هنا الماء مغلي درتوا في الززوة داعي وحطيتوا شوفوا الرغاوي الله يبارك ما شاء الله احنا هذي نسموها الززوة وانتو في بلدانكم واش تسموها ايا كل واحد يقول لي واش يسميها في التعليق يعني في الفيديو اخر في اسفل الفيديو واش تسموها انتم في بلدانكم شوفوا الله يبارك الريحة خاصني نديلها غير شوية انتع المزهر ولا نديرها وريضة انتع الليمون تحتها واحد البنة واش نقول لكم اكم تعرفوني عند قوسط وطاع قهوة ما نشرب قهوة بزاف ما نقدمش عليكم بس احنا حبكي نشرب فنجال يقعد لي بين عينية هذي هي يا واش نقول لكم يا اي واحد الريحة اخوتي تهبت اهنا قدرت واحد الليمسة يا براكلب قدرت شوية تاع شوكولا انتو ليكم الاختياط تحبو تحطو تحبو لالا ورح نقسم معاكم مفطوري طاع الصباح ونقول لكم ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك ونهاركم سعيد وان شاء الله يومكم ووفق يا ربي حاجة خفيفة ضريفة مرة على مرة كما نقول لكم نطه الله في روحي وده عند الريجيم والله ساعة ساعة مش يدي ملعب انسان يسخف مرة يأكل مرة هكم تعرفوا هذي هي الدنيا لا افراطة ولا تفريد وش نقولوا هذي يا ربي اديمها علينا نعمة وعليكم ولا يجعلها من الزوال شوفوا هنا وش عملت انا طيبت قهوة عربية حرة لبنات انا القهوة هذي نشريها وندي بلاسة عليها من بلاسة بيش نطيبها ونجيبها لداري ما ينكذبش عليكم قهوة حب قهوة عربية الله الله اصيلة كبرنا عليها وكبرونا جدود والمويت ربي يحفظ المويمتي ان شاء الله كبرنا على القهوة هذي درتها ودرت عليها هذيك الرغوة وش نقول لكم واحد البنة ولا اروع ننصحكم للبنات تجربوها لانها عن جد تستحق التجربة الخبز هذا كما تشوفوا وحبيبه التمرات تدرت حبيبه اعظام عرب قالوا لي مليحة بزف يعني للصحة هذي هي وصفتنا راكم تشوفوا حاضرة واجد الله يباك شوفوا زي ما قوامتها وحتى الشكل تح الله يبارك دمتم في رعاية الله وحفظه مع سلامة اشتركوا في القناة